ضع منك هاتفك أو سرقة منك ولا تعرف طريقة التصرف بالشكل الصحيح في هذه الحلقة إن شاء الله نستعرف على طريقة معرفة مكان هاتفك في حالة السرقة وطريقة قفاله وكذلك حزف الضاتة على الهاتف أو كل البيانات في حالة استحالة استرجاع الهاتف هيا بنا إلى التفاصيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم إخواني أخواتي متابعين وزوار قناة الموصنات في هذه الحلقة الجديدة في هذه الحلقة إن شاء الله نتناول موضوع مهم جدا وهو طريقة التصرف في حالة فقدان الهاتف الخاص بك أو في حالة السرقة يعني الكثير من الأمور قد تحدث معنا يوميا سواء سقط منك الهاتف وأنت تذهب في الشارع أو تم سرقته أثناء العمل أو أثناء السياقة والعديد من الأمور ولكن الأمر المشارك هو كيف يمكنني أن أتصرف في حالة سرقة الهاتف الخاص بي أو في حالة ضياعه هذا ما سوف نتعرف عليه اليوم إن شاء الله فيزل الحلقة بكل التفاصيل لقد سبق وشرحت في حلقتين سابقتين طريقة التصرف في حالة سرقة الهاتف الخاص بك يعني بإمكانك أن تقوم بمعرفة مكان الهاتف عن طريق خدمة جي بي أس وكذلك إمكانية إرسال رسالة إلى السارق أو الشخص الذي عثر على الهاتف الخاص بك وإذا لم تتمكن من استرجاع الهاتف يمكنك أن تقوم بعمل له فورمات عن بوت وهذه الحلقة إن شاء الله تجدونها أسفل الفيديو هذه هي الحلقة الأولى وهذه هي الحلقة الثانية كلا الحلقة يعني هذه الحلقة تتطابق ويمكنك أن تقوم بتطبيقها على جميع أنواع هواتف الأندرويد ولكن بالنسبة لحلقة اليوم إن شاء الله هي فقط لهواتف السامسونج يعني هذه الخدمة التي سوف أشرحها اليوم لطريقة معرفة مكان الهاتف الخاص بك أو حزف البيانات عن بعد وبعد الخدمات الأخرى هذه الخدمة مقدمة فقط لهواتف سامسونج فقط هي بناء إلى تفاصيلها الحصول على هذه الخدمة سهل جدا لا يحتاج منك أن تقوم بتثبيت أي تطبيق على الهاتف الخاص بك أو تثبيت أي برنامج على الحاسوب الخاص بك فقط يكفي أن يكون لديك حساب إيميل أو حساب جيميل أو أي حساب بريد يمكنك أن تقوم بإنشاء به حساب على شركة سامسونج معلك إلى التوجه إلى الرابط الذي سوف تجده أسفل الفيديو إن شاء الله من هنا يمكنك أن تقوم بإنشاء حساب على موقع شركة سامسونج وكذلك يمكنك أن تقوم بتسجيل الدخول من هنا ولكن يجب أن تقوم بتفعيلها أولا على الهاتف الخاص بك وذلك بالطريقة التالية معلك إلى التوجه إلى الإعدادات الخاصة بالهاتف أو إلى السيتينج ثم بزلك معلك إلى التوجه إلى الخيار lock screen and security يعني قفل الشاشة والحماية ثم بزلك تتوجه إلى الأمر find my mobile هكذا يعني إيجاد الهاتف الخاص بي إذا قمت مسبقا بإنشاء حساب على الهاتف الخاص بك تابع لشركة سامسونج سوف تجده هنا معلك لأن تقوم بإدخال password أو كلمة المرور ثم ترج إلى الحساب الخاص بك وإذا لم يكن لديك حساب سابقا يمكنك أن تقوم بإنشائه من هنا بإدخال الإيميل وال password وتاريخ الميلاد وتضغط confirm وهكذا يتم إنشاء الحساب الخاص بك أنا الآن قمت بإنشاء حساب مسبقا على الهاتف الخاص بي أقوم الآن بإدخال password أو كلمة المرور لأليج إلى الحساب الخاص بي ثم أضغط على confirm ثم الآن تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بي معين لك لأن تقوم بعمل يعني تشير على الخيارين الأول والثاني الخيار الأول هو remote control يعني التحكم عن بعد والخيار الثاني هو google location service يعني خدمة تتبع المواقع تقوم بتفعيل هذه الخدماتين والآن انتهى كل شيء بالنسبة للهاتف يعني في حالة فقدان الهاتف الخاص بك معين لك لنتوجه إلى موقع شركة سامسونج وتقوم بفتح الحساب الخاص بك وتابع معي الخطوات التالية بعدما قمت بتفعيل الخدمة على الهاتف الخاص بك نعود الآن إلى الموقع الرسمي التابع لشركة سامسونج واللازم خلاله يمكنك أن تقوم بمتابعة الهاتف الخاص بك وبعض الأمور الأخرى التي سوف نتعرف عليها اليوم إن شاء الله معين لك لن تقوم بالضغط على تسجيل الدخول كما سابق وقلت أنه يمكنك أن تقوم كذلك بإنشاء حساب من هنا معين لك لن تضغط على تسجيل التسجيل هنا ثم تفافق على كل الشروط هكذا ثم تضغط على استعراض أو ناكس ثم تقوم بإدخال الإيميل وكلمة المرور ثم تقوم بتأكيد كلمة المرور في الخانة التي بعدها ثم تقوم بإدخال الإسم واللقب الخاص بك ثم تاريخ الميلاد وتضغط على ناكس وهكذا تقوم بإنشاء حساب على الشركة أو على موقع سامسونج نأتي الآن إلى طريقة تسجيل الدخول معين لك لن تضغط هنا هكذا ثم تقوم بإدخال الإيميل الذي قمت بإنشاء الحساب به ثم تقوم بإدخال كلمة المرور ثم تضغط على كود الكاباتشي من هنا ثم تضغط على تسجيل الدخول أقوم الآن بإدخال معلوماتي الشخصية وأعود إليك بعد إدخال معلوماتي الشخصية أضغط على تسجيل الدخول هكذا وأليج إلى الحساب الخاص به على موقع سامسونج يمكن أن تقوم بتغيير اللغة يعني إذا وجدت اللغة الإنجليزية أو الفرنسية وتريد تغيير اللغة يمكن أن تقوم بالاستعانة عن طريق مترجم جوجل تضغط هنا كذا ثم تختار اللغة العربية ثم تضغط على تم يتم ترجمة الموقع أو يتم ترجمة واجهة الاستخدام الخاصة بالموقع أعود إلى اللغة الرسمية وكذلك يمكن أن تقوم بتغيير اللغة من هنا من الأسفل تضغط هنا على هذه الإيقونة تجد العديد من اللغات الخاصة بالدول العربية والغربية معالك لا تضغط على الدولة التي تريد مثلا نختار الجزائر هنا سواء الفرنسية أو العربية وإذا يعرفوا الإنجليزية والفرنسية ويمكنك تختار اللغة العربية الخاصة بأي دول أخرى المهم أنك تفهم واجهة الاستخدام الخاصة بالموقع مثلا نختارها اللغة العربية البحرين هكذا يعني هذه الواجهة الرئيسية الخاصة بموقع السامسونج والتي تتيح لك التحكم في هاتفك عن بعد والعطور عليه في حال تسرق والضياء معالك لا تضغط هنا على الخدمات ثم تضغط معالك لا تضغط على البحث البحث عن هاتفي أو Find My Mobile يعني باللغة الإنجليزية إذا تضغط عليها تتوجه إلى صفحة جديدة ثم تضغطها بعد ذلك على Sign In يعني تقوم بتسجيل الدخول إلى الجهاز الخاص بك هذه هي الواجهة الرئيسية التي سوف تظهر لك وسوف نقوم بشرحها بكل التفاصيل أولا الأمر Range My Device يعني هنا في حالة ما إذا كان الهاتف الخاص بك يعني مفقود في الجوار فقط يعني في المنزل أو في العمل أو في مكان قريب لك جدا ما عليك لا تضغط على هذا الأمر هنا هكذا سوف يرن الهاتف مباشرة بعد الضغط على هذا الأمر يعني في هذه الحالة حتى لو كان الهاتف الخاص بك في وضع الصامت يرن الهاتف بشكل عادي جدا والآن الهاتف الخاص بي يرن وإضافة إلى ذلك يريك الإحداثيات الخاصة بهاتفك على الموقع الجغرافي أو اللوكيشن الخاص بهاتفك معي لك الزهب إلى هنا هذه الخريطة التي تظهر لك مكان تواجد الهاتف الخاص بك يمكنك أن تقوم بإزهار تفاصيل أكثر بالضغط على سويتش وهكذا هكذا تظهر لك كل الأماكن المحيطة بالمكان الذي به الهاتف الخاص بك مثلا ننظر هنا هذا هو مكان إقامتي أنا شخصيا وهذا هو مكان تواجد الهاتف يمكنك أن ترى كل التفاصيل المحيطة بك سواء الأماكن العموبية والشوارع الرئيسية والفرعية المؤسسات الحكومية وكل شيء بالمدينة الخاصة بك هكذا يعني يمكنك أن تعرف مكان هاتفك بالضبط في سواء كان في الجوار أو في أي مكان آخر الخطوة الثانية في حالة لم تجد الهاتف الخاص بك في الجوار عن طريق استخدام الخاصية الأولى الآن يمكنك أن تقوم بإرسال رسالة إلى الصارق يعني في حالة سرقة الهاتف يمكنك أن تقوم بقفله وإرسال رسالة إلى الصارق ما عليك أن تضغط على لوك ماي ديفايز هكذا ثم نزلك تضغط على لوك هكذا تقوم بإدخال كود بين يتكون من أربعة أرقام مثلا واحد اثنان ثلاثة أربعة هكذا ثم نزلك تقوم بإدخال رقم الهاتف الخاص بك يعني هنا رقم محلي وهنا مكالمة عالمية أو رقم عالمي أنا أتركها هنا على الاتصال المحلي هنا تقوم بإدخال الرقم الخاص بك مثلا هكذا ثم ما زلك تقوم بإدخال هنا نص إلى الصارق أو إلى الشخص الذي بحوزته الهاتف مثلا هذه الرسالة الافتراضية التي يدعوها الموقع هذا الرسالة لقد تضغط على الموقع أرجوك احتفظ به للحظة سوف أتصل بك هذه فقط الرسالة التي يدعوها الموقع بالشكل الافتراضي ويمكنك أنت شخصيا تقوم بإضافة أي رسالة ترغب فيها إلى الشخص الذي وجد الهاتف الخاص بك أو إلى الصارق وتأكد أنك تقوم بوضع الرقم الصحيح الخاص بك أنا يعني الآن أقوم بالشرح فقط وضعت رقم اعتباطي أو رقم عشوائي وتأكد أنك تقوم بوضع كود بينز قوي نوعا ما ثم ما زلك تضغط على لوك هكذا سوف يتم قفل الهاتف الخاص بك في يد الشخص الذي وجده ولا يمكنه أن يقوم بفتحه وإذا أراد أن يتواصل معي لك ما يعليه إلا الضغط على كول هكذا يتصل بالرقم الذي تضعه هنا في هذه الخانة كان هذا بالنسبة للخطوات الأولى والثانية إذا لم تنجح معك أي خطوة من هذه الخطوات نأتي إلى الخطوة التي نتأسف إليها جميعا وهي حزف كل الضغط على الهاتف الخاص بك يعني أنك تقوم بتهيئة للهاتف الخاص بك هنا في هذه الحالة يعني بعد أن تقوم بتهيئة الهاتف لا يمكنك أن تقوم بالاتصال به من جديد لأن كل المعلومات عليه سوف يتم حزفها سواء الصور أو الفيديوهات أو التطبيقات مثل فيسبوك ومسينجر وغيرها من التطبيقات الأخرى يعني أن الهاتف يصبح وكأنه جديد من المصنع إخواني أخواتي إلى هنا أكون قد أنهيت هذه الحلقة بالنسبة لنهار اليوم أتمنى أنكم قد استفدتم لايك للفيديو ومشاركة ليستفيد الجميع وإذا كانت تزهي أول مشاهدة لقيمة قناة المصنعات لا تنسى الضغط على زر سبسكرايب أو صابوني أو الاشتراك لتتوصل بكل جديد ولا تنسى تفعيل خاصية زر الجرس وأستودعكم الله الذي لا تدعوه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة